اخبار الرابع من الجزيرة مباشر مصر اهلا بكم يعقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا يضم نائبه المستشار محمود ميكي ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ووزير العدل المستشار احمد ميكي وعدد من الوزراء وذلك لاستعراض تطورات الاوضاع بعد حكم محكمة جنيات القاهرة صادر امس بتبرئة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل كما يتناول الاجتماع الموقف من المظاهرات التي دعت اليها عدة قوى سياسية غدا للاحتجاج على الحكم دعا حزب الوسط المواطنين الى التظاهر لوضع حد لما سماه التواطئ مع قتلة شهداء الثورة كما طالب حزب الوسط في بيان له اليوم رئيس الجمهورية باصدار قانون السلطة القضائية الموجود لديه اليوم قبل الغد وجاء ذلك على اسر صدور احكام بالبرأة في حق المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي الثاني والثالث من فبراير الماضي والمعروفة بموقعة الجمل طالب حزب الحرية والعدالة النائب العام بتقديم ادلة ثبوت حقيقية تكشف المتهمين في موقعة الجمل وحذر الحزب في بيان له اليوم من ان تكرار حصول المتهمين في كل قضايا القتل العمد في احداث الثورة على البراءة يثير الغضب في صدور المصريين كما طالب الحزب القوى الوطنية بالتوحد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة لحفظ حقوق الشهداء والمصابين أعلنت حرقة شابب السادس من إبريل تنظيم مسيرة اليوم من ميدان التحرير إلى مكتب النائب العام للمطالبة بإعادة المحاكمة في قضية موقعة الجمل وضم الملفات والأدلة الجديدة التي توصلت إليها لجنة تقص الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية وألقت الحرقة في بيان لهب اللوم على مجلس الشعب المنحل لعدم إسقاطه القوانين التي سنها النظام السابق وكذلك التقاعص عن سن تشريعات ثورية يحاكم بها قتلة شهداء الثورة وذلك وفقا للبيان وأكيد أمر ما يكون قضاء مستقل وشامخ عن طريق الإفراج عن المجرمين القتلة في موقعة الجمل العالم كله شفها صوت وصورة والقضاء دلوقتي بيقول أنه ما فيش أدلة ما فيش أدلة يبقى ما يتطلعش المجرمين يبقى تحاسب اللي قصر عن تأدي الأدلة وهم معرفين الداخلية والمخابرات وغيره والجيش اللي هو وقتها حمى البلطاجية وهم داخلين مدانية سحرية فبالتالي للقضاء اللي بره المجرمين احنا أتفلش هنحترمه بنطالب تطهير القضاء بنطالب بمحاكمة عادلة حقيقية مش محاكمة هزلية زي اللي بتحاكم بيها مبارك والعدل وغيره لأ محاكمة حقيقية للمجرمين القتلة بنطالب كمان بي قال الناشط أحمد دومة أنه تعرض للاعتداء والسبب من قبل المحامي مرتضى منصور ومؤيدي وأضاف دومة أنه تعرض للاعتداء بسبب بلاغات كان يقوم بتقديمها لمكتب النائب العام وتتعلق بالحكم الصادر ببراءة المتهمين في قضية موقعات الجمل نفى العقيد أحمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة وجود أي قواعد عسكرية أمريكية أو لأي دولة أخرى على أرض مصر وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي عقد اليوم أن الشركة الأمريكية التي أثير الحديث حولها تقدم الدعم الإداري للقبراء الفنيين الذين يقدمون خدمتهم في مجال التدريب والدعم الفني للأسلحة التي تتعاقد عليها القوات المسلحة والتدريب عليها كما أكد المتحدث أن القوات المسلحة لم يصلها أي قرار من الرئاسة بشأن تخفيض عدد قوات الجيش وقال أن هذا القرار لا يتخذ بمعزل عن وزارة الدفاع ويحتاج لدراسات طويلة وافق مجلس المحافظين برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اليوم على تحديد العاشرة مساء موعدا لإغلاق المحال التجارية والمقاهي والثانية عشر سباحا للمطاعم وقال الواء أحمد ذكي عبدين وزير التنمية المحلية عاقب الاجتماع أنه تقرر أيضا أن تكون هناك خدمة ليلية للصيدليات التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين كما أكد عبدين أنه تم استثناء المنشآت السياحية من هذا القرار الذي يأتي في إطار توفير الدعم على الطاقة والكهرباء هذا من المقرر تطبيق هذا القرار بعد عيد الأطحار افتتح الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الأثار اليوم هرم الملك خفرع للزيارة إلى جانب ستة مقابر لكبار رجال الدولة والأميرات ترجع إلى عصر الدولة القديمة بمنطقة أثار الهرم وذلك بعد الانتهاء من مشروع الترميم الخاص بهم والذي تم تنفيذه على أيدي خبراء ومرمم وزارة الأثار وأشار دكتور إبراهيم إلى أن افتتاح هذه المواقع الأثرية يأتي في إطار خطة وزارة الأثار لإعادة افتتاح العديد من المواقع الأثرية أمام السياحة المحلية والعالمية في بداية الموسم السياحي الشتوي الخطر كان بتهدد معبد الوادي وأبو الهول حضرتك شفت في الصور وينزيلي صوري الوقتي الأهرمت أنت كنت عارفين شكلها إيه المياه جوا فيها شكلها ودلوقتي بقى شكلها إيه الوقت عندنا 18 ترمبة بتشفت المياه اللي قد تتواجد بطريقة إيتوماتيكية محدش يتدخل فيها عندنا سنسوز أو حساسات أول ما مستوى المياه ارتفع لحد معين بتبدأ الشفط فور انزلي شوفي وصوري خلي الصورة تتحدث أحسن من نتحدث هذا واستعراضت مجموعة من الحركات والإئتلافات الأثرية أهم المشكلات التي تمر بها الأثار المصرية ونعكسات ذلك على مستقبل الأثار في مصر جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم تحت عنوان أثار مصر بوابة المستقبل ضد الفساد في الأثر بعد أن تهي هذا المجز ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاتي إلى اللقاء على رأس السعب إذن الله ترجمة نانسي قنقر